أكاديمية مصر في التينس الأرض تحقيقكم النهاردة نشتغل في الفيديو بنسبة للسرعة واتخاذ القرار لعيب التينس لعيب التينس عنده سرعة قوية جدا في اتخاذ القرار وخاصة داخل الملعب لما يكون القرار المفجرة لابد أن يكون عنده حسن بصير وحسن التصرف يكون سريع جدا لأن السرعة في اتخاذ القرار بتتطلب هذه اللعبة السرعة لازم في الأداء أو القدرة على اتخاذ القرار المناسب داخل الملعب بشكل تلقائب بدون الحاجة إلى إضاعة وقت لأنه لا يوجد وقت يفكر فبالتالي القرى هجم عليه بتطلب سريع البديهة وصريع التفكير إذن فعلا لعبة التينس بتتخلي اللعيب بدون أي مناقشة فقل من ثانية يقدر يخذ قرار على أن الوقت سريع جدا في اختيار طريقة اللعب وحيفية القيام بضربة الإرسال مثلا لحطة إشمال الطايمين وحطة بتفكير إذن نقدر نخرج من هذه المعلومة لأن فعلا لعبة التينس لازم يكون عن السرعة البديهية السرعة والبديهية والقرار السريع داخل ملعب التينس شكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر